اشتركوا في القناة طبعا عنوان الوحدة زي ما انت شايف حاشر عنوان الوحدة هو المشتقة طيب الدرس الاول بالوحدة هو نحكي عني الايش اللي رح خليك يفهم شي يعني مشتقة الدرس الاول زي ما انت شايف عنوانه تقدير ميل المنحنة والمطلوب منه بس بهذا الدرس او فكرة الدرس كامل هي اني اقدر ميل المنحنة بداية اندي ارجع عنوياك شوي لما كنا ناخد بالصف التاسع لاي منحنة انا بقدر اطلع له اشي اسمه الميل الميل اللي هو باخد اي نقطتين على الخط المستقيم اللي بمس هذا المنحنة حسميناه مماس باخد اي نقطتين عليه باخد الفرق بين الواي للنقطتين على الاكس للنقطتين هيك كان يطلع معي ايش اسمه ميل المنحنة اخدناه بصف التاسع ومر معناه واخدناه بما فيه الكفاية عليه مسائل اليوم باذن الله رح نربط عاشر رح نربط ميل المنحنة مع المشتقة الاشي الحلو بالموضوع انه لو تصفن شوية رح تلاقي انه فعليا لما انت بتطبق قانون الميل زي كأنك بتوجد المشتقة لمنحنة الاقتراني اللي موجود عندك طبعا هدول رح نخدهم لبعدين شوية بس تكبروا شوي بس هلا الباسيك للدرس اللي رح ينعطى اليوم هو اني اطلع ميل المنحنة اللي هو نفسه رح يكون مشتقة الاقتران للمنحنة المرسوم امامك نبلش ان شاء الله زي ما حكينا فكرة الدرس هي من اول الدرس لاخره بس رح اقدر ميل المنحنة رجع ذكرك طبعا عاشر بقانون الميل هو فرق الوايات على فرق الاكسات وسمهم كعلق اتش طبعا هذا هيك بتقدر انك توجد في ميل المماز زي ما اخدنا بالصف التاسع طيب انا اليوم رح نسميه منحنة ورح ناخد له مماز بعدين رح ان شاء الله انا وياك يا عاشر نقدر ميله طبعا ليس ما تقدير انه ممكن ما يطلع معاك عدد صحيح لما تطلع ناتج القسمة ممكن يطلع معاك كسور زائد انه ممكن النقطة ما تكون ظهرة معاك مية بالمية انه مثلا هي ثلاثة فاصل اثنين ممكن تكون واحد ونصف فاصل ثلاثة يعني point اللي هي الواي الاحداثي واي ثلاثة فاصل اثنين فانا عندي عشار كيف بدي اقدر الميل المنحنة حتى اخد النقطة الصحيحة نبلش باذن الله طبعا بالمثال رقم واحد يمثل المستقيم في الشكل المجاور مماسا لمنحن الاقتران ويساوي اكستر بيع زي ما انت شايف بالرسمة الموجودة امامك عاشر اذا بدي اكبرها شوية عشان تكون اوضح بالنسبة للك الرسمة الموجودة عندك هي الرسمة الاساسية لاقتران تربيعي اللي هو واي يساوي اكستر بيع ورسم لك الخط اللي باللون الاسود يا عاشر اللي هو المماس للمنحنة احنا اخدنا شي يعني مماس هو الخط اللي بيلامس المنحنة لمس فقط في نقطة واحدة بسميها نقطة التماس لكن ما بيقطعوا بالمرة فهاي هي النقطة بنسميها نقطة التماس والخط المستقيم اللي يرسم ولمس المنحنة الموجود امامك في نقطة واحدة فقط بسميه المماس فبيحكي لك انه هاي المماس لمنحنة الاقتران عند النقطة واحد يعني وين لمس هذا المنحنة المماس الموجود عندي لمسوا في النقطة واحد واحد وزي ما انت شايفين بيني هي على الاكس فعليا واحد وعال واي واحد اوجد ميل المنحنة للاقتران عند النقطة ايه يعني بدي ميل المماس عند هاي النقطة الموجودة طيب شو رح نعمل انوياكم بداية رح نشوف قانون الميل نرجع نذكره الميل يساوي فرق الوايات وي اتنين ناقص وي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد طب يا ميس زي ما انا شايف انا ما عندي غير نقطة وحيدة فريدة من نوعها ما فيه ما اعطاني نقاط تانية طب شو اعمل انت رح تقدر نقطة تانية تاخد عندها يعني بوينتس على هذا المماس وتاخد عندها الاحداثيات بالضبط حتى يكون في عندك احداثي واي واحداثي اكس 2 برجع بعيد حتى اقدر ميل المنحنة لازم بداية اكون حافظ القانون فهذا هو قانون الميل فرق الوايات على فرق الاكسات وي اتنين ناقص وي واحد اكس اتنين على اكس واحد الترتيب مهم جدا بحيث انك اذا اخدت هون وي اتنين ناقص وي واحد المفروض تحت برضو تاخد اكس اتنين ناقص اكس واحد لو عكستهم وي واحد ناقص وي اتنين المفروض برضو تعكس اكس واحد ناقص اكس اثنين شو يعني رح تاخد بوينت ا اللي هي مكونة من اكس واحد فاصلة واي واحد ورح ترجع تاخد بوينت بي اللي هي مكونة من اكس اثنين فاصلة واي اثنين هدولا الفرق بين واي اثنين ناقص واي واحد على اكس اثنين ناقص اكس واحد رح يعطيك الميل للمماس الموجود عندك بروح بدور على الخط هلا هو ريحني او ساعدني وعملي معروف شكرا كثير له انه اعطاني نقطة اللي هي نقطة التماس تمام هاي اول نقطة بتعتمدها وعلى طول رح سميها اكس واحد واي واحد طيب انا لازم عشان اوجد ميل المماس المفروض يكون عندي نقطتين النقطة الاولى نوجدت النقطة الثانية من وين دي اوجدها بروح على المماس الموجود عندي باختار اوضح نقطة يا جماعة كيف يعني اوضح نقطة يعني ما بتروح تختار مثلا هاي النقطة لانها رح تكون واحد ونص تقريبا على الاكس واثنين على الواي ببعد عن الأعشار لأنهم رح يغلبوني بعملية القسمة بس بس إذا عندها حاب تأخذها أكيد ما في أي مشكلة نقطة واضحة شو يعني واضحة يعني مثلا لو أخدت هاي النقطة على المماس أنا بحكي هي النقطة 2.3 فبتكون النقطة الثانية اللي هي 2.3 نقطة بي اللي هي X2 Y2 بتوقع فهمتني عاشر أو ممكن تأخذ نقطة تانية زي 3 مع الخمسة ما بروح بأخذ هاي النقطة اللي هون أنا أنت جميع النقاط الموجودة على المماس بتقدر تأخذها أي نقطة بدك إياها فيهم بس أنا لأني فهم الموضوع أني أنا رح أطرح بعدين أقسم فأمدي أبعد عن الأشياء اللي رح تغلبني بعملية الطريح والقسمة وهي الأعداد العشرية أكيد فبروح بأخذ أعداد صحيحة فبتطلع بأخذ هدول اللي شايفهم المربعات الصغيرة خد عليهم بالزبط عاشر يعني على المربع بالزبط هيك النقطة تكون أحسن ما تكون بنصه عشان رح تطلعوا واحد ونص اتنين ونص تلات ونص إلى آخرهم النقطة اللي زبطت معي أخذها اللي هي النقطة اتنين تلاتة طيب عشان نطبق بدي أمحي هاي اللي عملناها كلها ونرجع ننظف من أول وجديد ونأخذ اللون الأسود عشان يكون واضح لألنا ونبلش نحل برجع بعيد قانون ميل المنحنة ميل منحنة الاقتران وي اتنين ناقص وي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد برجع بعيد النقطة الأولى اللي عطاك إياها على طول سميها اكس ون وي ون النقطة الثانية اللي انت قدرتها تقريبا ونحكينا أنا بدي نقطة تكون واضحة فاخترت النقطة تكون اتنين فاصلة تلاتة هي مرجعي للنقطة الثانية اللي هي اكس اتنين وي اتنين وبلش تطبيق على طول وي اتنين تساوي ثلاثة ناقص وي واحد اللي موجود عندك بالأساس واحد على اكس اتنين برجع بعيد ترتيب مهم اذا اخدت هون وي اتنين مفروض تحتيها اكس اتنين اخدت وي واحد بالأول مفروض تحتيها اكس واحد الاكس اتنين هي عبارة عن تنين ناقص اكس واحد واحد الجواب اللي رح يطلع معاك اللي هو ثلاثة ناقص واحد يساوي اتنين على 2 ناقص 1 يساوي 1 معناته ميل المنحنة يساوي 2 بكل بساطة طبعا بدي أرجع أذكرك أنه ميل المنحنة تسموه تقدير ميل المنحنة بداية أنك أول إشي تأخذ نقطة يبطل يعطيك نقطة رح تصير أنت تقدر النقطتين الموجودين على المماس وشغلة تانية أنه ممكن إذا طلع معاك ناتج القسمة أكثر من عدد 10 بعد الفاصلة العشرية ممكن أنت تكتفي به عدد 10 واحد ممتاز هيك خلصنا المثال الأول أوجدت بكل بساطة ميل المنحنة عن طريق النقاط الموجودة عندي نشوف أنا وياك ناخد شو ممكن يطلب مني كمان يا عاشر طبعا هنا هي برجع بأكد لك أنه ميل هو 2 رح أحل أنا وياك أتحقق من فهمي لاحظ معي أتحقق من فهمي يمثل المستقيم في الشكل المجاور مماثا لمنحنة الاقتران Y يساوي X تكعيب زي ما أنت شايف هاي الرسمة هي رسمة اقتران تكعيبي X تكعيب عند النقطة نفس النقطة للصدفة طبعا هي مش دايما رح تكون نفس النقطة عاشر بس للصدفة طلعت النقطة واحد واحد رح ناخد كمان نقطة ونوجد الميل المنحنة باستخدام القانون اللي أعطيتك إياه من شوي وزي ما حكيت لك بروح على الرسمة بختار نقطة سهلة بالنسبة لي ما بروح بحكي والله بدي أختار هاي النقطة هاي مثلا على المماس لأنها رح تكون واحد ونص مع ثلاثة لا بروح بختار أعداد صحيحة فبحكي هاي موجودة على المربع بالزبط اللي هي على المربع بالزبط ثلاثة اثنين مع اربعة تمام لو دك تختار نقطة ثانية بصير تاخد بالسوالب مثلا طلع ما أسهل هاي النقطة الموجودة على الخط المستقيم اللي هي صفر مع سالب اثنين برضو ممكن تاخدها ممكن تاخد أي نقطة ثانية حتى بالاتجاه السالب فقدامك خيارين يا أما بتاخد النقطة اللي حكينا عنها بالبداية اللي هي اثنين مع اربعة يا أما بتاخد خيار ثاني للنقطة عشان ما تحكوا انه بس المستقيم تلزمنا بخيار واحد اللي هو النقطة الصفر مع سالب اثنين على الواي خد أي وحدة فيهم بدك إياها مع النقطة اللي معطيك إياها عشان يساعدك شوية سميتها اكس وان واي وان وروح طبق على قانون ميل المنحنة الميل يساوي يتنين ناقص y واحد على اكس 2 ناقص اكس 1 بكل بساطة سميت النقطة أخدت وحدة من النقاط خليني ااخد معكم الجزء السالب على طول بسميها اكس 2 ويتنين وبروح بتطبق بالترتيب السالب 2 ناقص وي واحد اللي هي الموجودة معك بالنقطة الرئيسية اللي هي سالب 1 على x2 الموجودة عندي بالنقطة هاي اللي هي 0 ناقص النقطة الموجودة معي بالأساس اللي هي سالب 1 سالب 2 ناقص 1 سالب 3 على 0 ناقص 1 سالب 1 سالب مع سالب طارو ظل عندي الجواب 3 فميل المنحنة الموجود عندي اللي يرمز له بالرمز m يساوي 3 طيب طبعا بيحكي لك ملاحظة إن حكيت لك هاي أبسط فكرة وأول فكرة بالدرس إنه يخلف عليه هو يراسم لك المنحنة وراسم لك مماسه ومريحك معطيك نقطة التماس طلع شو مكتوب هون إذا لم يكن المماس مرسوما عند النقطة التي يراد إيجاد الميل عندها فإنه يرسم يعني أنت برضو بك ترسم المماس بس بشرط شو بدك تراعي لما ترسم المماس إنه بيلمس المنحنة اللمس بس ما بيقطعه فهاي هي رح تكون فكرتنا الثانية وننتقل إلها بما أنه كانت الفكرة الأولى كثير سلسة وسهلة نشوف مثال رقم 2 أنا وإياكم يا عشر طلع معي قدر ميل منحنة الاقتران ويساوي إكس تكعيب ناقص 3 إكس تربيع زاء الثلاثة عندك كل نقطة مما يلي النقطة 3.3 طلع شو عامل أو طلع شو طالب منك بالضبط أنت بدك تقدر عند كل نقطة مما يلي هاي النقطة 3.3 ممتاز حكي لك هنا طبعا الرسمة يعني الرسمة أصلا المماس مش موجودة يعني الرسمة الموجودة عندك كانت من البداية هيك تمام وحكي لك عند النقطة 3.3 اللي هي هون راح تكون هاي 3 وهي 3 تقريبا أوجد ميل المماس عند هاي النقطة فالمماس هذا المرسوم باللون الأسود هو مش موجود بس برسمة الكتاب هو رسملك إياه وساعدك لكن الفكرة الثانية إنه المماس ما يكون موجود أبدا يا عاشر فبتروح أنت شو بتعمل عاشر ترسم مماس عند هاي النقطة ترسم مماس عند النقطة 3.3 بالضبط هيها هو بحكي لك إنه بدي عند 3.3 تروح ترسم مماس يمس الخط أو يمس المنحنة في نقطة واحدة فقط بسميها نقطة التماس ولا يقطعه بعدين بتروح نفس الخطوات طب هو حدد لي نقطة يمس ساعدني فيها على طول سميها X1 Y1 وروح افرض نقطة تانية أو اكتشف نقطة تانية على الخط المستقيم مثلا أنا بدي نقطة تكون واضحة على الخط المستقيم هنا أغلب النقاط للأسف يعني فيها كسور شوي فبدي أخذ هاي النقطة مثلا دروح على السالب عشان تطلع ما هي عدد صحيح النقطة اللي هي 2 على الـ X مع سالب 4 على الـ Y نغير اللون عشان يكون أوضح لكم النقطة التانية اللي رح أخذها برجة بعيد هي 2 على الـ X مع سالب 4 على الـ Y هاي X2 Y2 وهي اللي رح أروح أطبق عليها قانون الميت برجة بعيد الفكرة تانية من الدرس أنه تكون الرسمة معطة بس مش معطيك رسمة المماس المماس اللي هو الخط المستقيم اللي بيلمس المنحنة هذا مش موجود عندي بس صعب برسمة الكتاب أنه أحذفه فاطرينا نحط الرسمة كما هي طيب شو أعمل يمس؟ رح النقطة اللي هو حكي لك عندها اللي هي 3.3 أمسك مصطرتك أولا حدد النقطة 3.3 حددها بنقطة هيكة زي ما أنا عملت بعدين أمسك مصطرتك أرسم خط مستقيم بيلامس النقطة 3.3 بس ما بيقطع المنحنة هايها لامس النقطة 3.3 بس ما قطع المنحنة ممتاز عندي النقطة 3.3 على طول بسميها x1 y1 بروح للنقطة تانية كيف دا أوجدها بدور عندي على الخط المستقيم على أي نقطة تانية أي نقطة بتيجي على بالك بس المهم تكون واقع على الخط المستقيم لنفترض أخذنا هون فهي 2.5 مع سالب 2 لنفترض أخذنا أنا وياك ممكن هون نأخذ اللي هي 3 مع 2 مثلا ممكن تأخذ أي نقطة موجودة على الخط أنا رحت لنقطة فيها عدد صحيح اللي هو الـ 2 مع السالب 4 عشان تسهل على حالي بالتعويض نمسح هنا عشان نعوض أنا وياكم على قانون الميل ونوجد ميل الممس يا حكينا النقطة اللي بنا نعوضها اللي هي اللي اخترتها أنا 2 مع السالب 4 فبتطلع الميل يساوي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 على طول من رح منعوض y2 الموجودة عندي اللي اخترتها اللي هي السالب 4 ناقص y1 الاساسية اللي هي 3 على x2 اللي هي موجودة عندك بالنقطة الجديدة 2 ناقص النقطة الاصلية 2 ناقص 3 بتوجد الجواب سالب 4 ناقص 3 سالب 7 على 2 ناقص 3 سالب 1 سالب مع سالب طارو فبيطلع الميل عندك يساوي 7 تمام هو طبعا حاطلك انه تقريبا تقريبا يساوي 8 احنا طلع معنا 7 لانه رحنا اخدنا افترضنا العدد الموجود هون هو عدد صحيح عشان هيك طلع معنا العدد يساوي 7 طيب ناخد كمان شغله المطلوب الثاني بالمثال طالب منك بده توجد ميل او تقدر ميل المنحنة عند نقطة تانية على نفس الرسمة يعني اطلع نفس رسمة الاقتران بس طلب منك عند نقطة تانية طلع النقطة اللي طلبها هي نقطة 1-1 اول خطوة بروح بعين هاي النقطة الموجودة عندي على المستوى الاحداثي وين النقطة 1-1 هيني حددتها هيو هيك بالنص تماما وحددت لك اياها باللون الاسود وسمها النقطة P بعدين الخطوة التانية بروح بمسك نصطرتي برسم خط مستقيم يلامس النقطة P طلع كيف لامس النقطة P لمس فهاي النقطة P المماس اللي رسمته لمسها لمس للنقطة P بعدين هاي النقطة الأولى الموجودة عندي اللي هي واحد واحد بسميها X1 Y1 بروح بحط أي نقطة على الخط المستقيم عشان أسميها X2 Y2 وأطلع لها الميل وزي ما حكيت لك تختار نقاط فيها أعداد صحيحة تقريبا تقريبا هون النقطة اللي معي اللي هي 2 مع سالب 2 على الخط المستقيم نفسه فالنقطة الثانية اللي رح أخدها هي 2 مع السالب 2 وهي اللي رح أسميها X2 Y2 وأرجع أطبق على قانون الميل الموجود عندك هي M يساوي Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1 Y2 الموجود عندك اللي هي سالب 2 ناقص Y1 على X2 2 ناقص الواحد سالب 2 ناقص 1 سالب 3 على 2 ناقص 1 تقريبا رح يطلع معاك الجواب سالب 3 هو طالع معاه سالب 2.8 قريب جدا من جوابنا سالب 3 لأنه هاي هي تقريبا سالب 2 بس هي مش 2 طيب هيك بكون قدرت ميل المنحنة سواء كان المماس مرسوم عندي والنقطة موجودة أنا بس فرضت نقطة تانية أو قدرت ميل المنحنة لمماس مش مرسوم أساسا عاشر يعني المماس أنا رجعت رسمته من الأول حددت نقطة التماس ورجعت حددت نقطة تانية أو قدرت ميل المنحنة للألهام طيب شو ممكن يطلب مني كمان عاشر هلا أنا أكيد مش رح أضل من أول الدرس لآخره أطبق بس قدر ميل المنحنة قدر ميل المنحنة المطلوب الثاني اللي ممكن ينطلب منك عاشر بهذا الدرس هو إيجاد معادلة المماس المار بنقطة معينة طيب نرجع أنا وياكم برضو بالذاكرة للصف التاسع يا عاشر ليه؟ لأنه بدنا نتذكر أنا وياك معادلة أي خط مستقيم نسميها معادلة المماس معادلة الخط المستقيم لأنه المماس نفسه خط مستقيم أي مماس بالدنيا هو خط مستقيم على الحالتين سواء معادلة المماس أو معادلة الخط المستقيم اللي مرت معنا بالصف التاسع كانت عبارة عن y ناقص y1 تساوي m في x ناقص x1 وبالصف التاسع بالتفصيل كنا نحكي لكم يا تاسع إنه y اللي بدون رقم وx اللي بدون رقم هدولا محجوزين ممنوع تغيرهم زي كأنهم أشياء ثابتة بالمعادلة ممنوع تغيرها ممنوع تستغني عنها طب ماذا اللي بعوضوا بالنقطة؟ ال y اللي معها رقم وال x اللي معها رقم رح يكون في عندك نقطة مكونة من x1 y1 هي اللي بتقدر تعوضها يعني اللي معها رقم بقدر أعوض مكانهم أما اللي بدون رقم مستحيل تقدر تعوض مكانهم يا عاشر طب وم هاي يمس ام اللي صار لنا ساعة منحل فيها اللي هي y2 ناقص y1 على x2 ناقص x1 بكل بساطة هاي هو تفسير معادلة المماس أو معادلة أي خط مستقيم تنطلب منك انت عارف إنه هاي المعادلة اللي رح تضلها ملزقة فيك عاشر حتى تخلص توجيهي سواء طلعت أدبي أو طلعت علمي رح كثير ينطلب منك إيجاد معادلة مماز أو معادلة خط مستقيم فضلك مذكرها وضلك حافظ إيش الأشياء اللي ممكن أغير عنها وأبدل عنها وأعوض فيها وإيش الأشياء اللي بتضل ثابتة بيسكس بشرط أي معادلة خط مستقيم لازم بالنهاية آخر خطوة تكون y تساوي يعني y موضوعا للقانون إذا خليتها زي وهي هيك بس عوضت أرقام ما استفدت منك إيش عاشر فلازم تخلي y موضوعا للقانون ويعطرف طيب بعد كل هذا الحكي اللي حكينا رح نأخذ الميل لأنه طالب بده معادلة المماس المار بالنقطة واحد واحد فبرجع بالذكر أنه من شوي أنا قدرت ميل المماس المار بالنقطة واحد واحد فبدأ ظلم تذكري أنه قيمة الميل سالب ثلاث طب ليش يا مستك ظلم تذكري أنه قيمة الميل سالب ثلاث لأنه بالمعادلة في ميل النقطة اللي هم أعطيني إياها يخلف عليها مريحني راسي بدلا ما أقعد أفرض نقاط على الخط المستقيم هي رح نسميها x1 y1 رح أعوض فيها طب بظل عندي مجهول اللي هو m m من وين أجيبها بالخطوة السابقة طلعناها وطلعت معنا تقريبا تساوي سالب ثلاث هو طالع معا بالكتاب سالب ثلاث فاصلة ثمانية أنا بدي أبسط لك الأمور شوي حتى ما تتعقد بالعشر فرضت أنه النقطة الثانية هي ثلاث مع السالب الثلاث عشان هيك طلع معي عدد صحيح طيب بعد كل اللي حكينا يلا نرجع ننظف اللوح ونأخذ أنا وياك طريقة حل أو إيجاد معادلة المماس المار بالنقطة نفسها اللي طلعنا عندها الميل من شوي حكيت لك طبعا هو هنا كاتب لك المعادلة بطريقة أخرى مبدل عن الـ X1 والـ Y1 بطبعا بس هون نزبط اللوح صار مضلل فنغير تمام يوه نبلش إن شاء الله زي ما حكيت لك لما يحكي لك قدر وأكتب معادلة المماس على طول بتروح بتكتب المعادلة هو كتبها هون بطريقة أنه بدل عن بـ X1 اللي إحنا كنا حكيين عنها X1 وحكا لك عن Y1 اللي هي إيه عفوا أنا عكستهم هاي X1 وهاي Y1 تمام أوكي ما في مشكلة أنا معادلتي عشان أظل منذكرها رح أظل أنا وياكم على نفس النهجة اللي حكينا عنه إنه المعادلة هي عبارة عن Y-Y1 تساوي M في X-X1 ما بدي أغير عن هاي المعادلة تمام حلو كتير من وين أجيب Y1 و X1 من النقطة بتسميهم على طول X1 Y1 طيب من وين أجيب الميل الميل اللي طلعنا من شوي طلع معانا جوابه تقريبا يساوي سالب ثلاثة طب خلصت المس المعادلة هيك بس بدي عود تعويض عود تعويض هاي رح أرجع أكبر المعادلة هون Y-Y1 تساوي الميل في X-X1 برجع بعيد لك لو سميتها B لو سميتها Y1 صح لو سميتها A لو سميتها X1 صح 100% Y-Y1 من النقطة تساوي 1 تساوي الميل اللي طلع معانا جوابه 10 اللي هو السالب ثلاثة في X- النقطة اللي هي X1-1 زبط الأمور عندك شوية شطرتك بتصبيت المعادلات بدي أوزع السالب ثلاثة على القوس لما تغير اللون معنا بعدين بدي أوجد النواتج وأرجع أخلي Y لحالها على طرف بتصير سالب ثلاثة X سالب في سالب موجب ثلاثة وطرف الثاني بيضل زي ما هو Y-1 المس حكتني شوية لأي معادلة بالدنيا سواء لخط مستقيم أو لمماس المفروض تكون Y موضوعا للقانون ممتاز كيف ده أخلي Y موضوع القانون ده أعزل كل إشي من جنبها ممنوع يضل إشي بجنب Y عاشر فعشان هيك الواحد هاي عمليتي مشكلة عشان ما تعمل لك مشكلة وديها على الطرف الثاني هاي زائد واحد على الطرفين فرح يصفي عندك المعادلة Y تساوي سالب ثلاثة X ثلاثة واحد زائد أربعة هاي هي معادلة المماس المطلوبة منك التمثلها طيب أو تكتبها حلو كتير ممتاز هيك أمورنا تمام لاحظ أنه أتحقق من فهمي نفس الإشي بنفس الطريقة يا جماعة بحكي لقدر ميل منحنة الاقتران الممثل بيانيا في الشكل المجاور عند كل من النقطتين A سالب أربعة مع صفر بروح على طول بحكي وين السالب أربعة مع صفر هيها بحط نقطة بعدين برسم عندها مماس بيلمس لمس هاي النقطة بس ما بيقطع الخط المستقيم فمماسي تقريبا رح يكون هيك شكله تمام لمس النقطة سالب أربعة مع الصفر بس ما قطع الخط المستقيم فبتروح بتختار أي نقطة تانية على نفس الخط المستقيم مثلا اللي هو هاي النقطة اللي هي سالب ثلاثة مع ثلاثة هاي هاي سالب ثلاثة مع الثلاثة هاي بتكون X1 Y1 هاي بتكون X2 Y2 بتوجد الميل اللهم على قانون اللي منحكي عنه دلتا Y على دلتا X من أول الحصة النقطة التانية اللي هي صفر مع سالب 2 الصفر مع سالب 2 هاي النقطة فبدك تقدر الميل المماس عندها بداية تحدد النقطة التانية خطوة ترسم مماس بمس هاي النقطة لكن ما بيقطعها فهاي المماس اللي لمس النقطة بس ما قطع المنحنة على طول بروح بحدد نقطة تانية مثلا بيّنت معي هاي النقطة اللي هي 1 مع السالب 4 فبختار 1 مع السالب 4 بسميها X1 Y1 و X2 Y2 بروح بطبق على قانون الميل اللي أخدنا من أول الحصة زي تكرار عشان تتدرب ضروري تحل أتحقق من فهم اللي بحكي لك عنهم طيب ممتاز نروح ناخد إيش جديد طبعا بيحكي لك إنه في فائدة من المنحنيات وتقدير ميل المنحنة اللي إحنا بناخدها من أول الدرس بإيش اسمه منحنة الموقع للزمن برضو مر معنا بالصف التاسع بالفصل الأول من الصف التاسع كنا نقدر ميل أو إحنا ما كنا نحكي له ميل المماس أو ميل المنحنة كنا نحكي بس إنه اسمه منحنة الموقع بالنسبة للزمن الموقع بالنسبة للزمن طيب هاي طلع معي الموقع هو السف تي لأنه دلالة على السبيس الزمن تي دلالة على التايم فكل ما يتغير الزمن أكيد موقع الجسم اللي بتحرك أو الجسيم اللي بتحرك رح يتغير طيب إذا بقسم يا جماعة التغير في المسافة على التغير في الزمن رح ينتج عندي إشي إحنا ما أخدينه من أشنا صغار اللي هو الفلوسيتي الفي أفريج أو السرعة المتوسطة تمام فهذا الإشي الجديد اللي رح يدخل معنا على الخط ورح تستفيد منه كثير حتى توصل للتوجيه يعاشر برجع بعيد بمنحنة الموقع بالنسبة للزمن لو تأخد التغير في الموقع على التغير في الزمن تقسمهم على بعض رح يطلع عندك دلتا أس على دلتا تي طب دلتا أس المسافة على الزمن منه أنا صغيرة بعرف أنه المسافة على الزمن هي نفسها بس أي بس أي بس بس بسميها السرعة المتوسطة أو ممكن ترمزلها بالرمز ببار اللي هي على رأسها هيك لابسة على رأسها طاقية طيب حلو كتير هنا طبعا حكي لك مفسر لك بس شوي التفسيرات عن المنحنة الموجود أمامك المهم تعرف أنه إذا كان المنحنة الموجود أمامك بيمثلك العلاقة بين الزمن مع المسافة فأنت لما تأخذ دلتا الأس على دلتا تي أنت زي كأنك أوجدت السرعة اللي هي الفيلوسيتي بس بيكون اسمها السرعة المتوسطة لها رمزين يا أما في أفريج يا أما في بار الرمزين صحيحين طيب نشوف شو ممكن نشتغل على هذا الموضوع أنا وياكم 10 هو تقريبا آخر موضوع بالدرس طبعا حكي لنا كمان عن مصطلح ثاني اللي هو السرعة اللحظية بس أنا أزللكم يا شوي طلع معي السرعة المتوسطة ما بتعطيك معلومات كافية في كثير من المواقف مثلا تحديد سرعة السيارة لحظة مرورها أمام الرادار واتجاه حركتها فعشان هيك مرات منحتاج نأخذ إيش اسمه السرعة اللحظية التي يمكن إيجادها بتقليص الفترة الزمنية للسرعة المتوسطة حتى تصبح نقطة أو لحظة الشغلة هاي رح نأخذها إن شاء الله بالدرسة الثانية فبدك تتميز بين السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية السرعة المتوسطة أنا باخد أفرج في أفرج يعني كان الجسم بيتحرك من مثلا كان عند 2 متر صار عند 14 متر فبتأخذ 14 ناقص 2 على كان عند الزمن 2 عند 2 متر بزمن مثلا ثانية لكن لما وصل عند 14 متر كان ماشي مثلا 5 ثواني فبرضو بتأخذ الزمن فرق الزمن 5 من الواحد هذا بيحكي لك ما بيحدد لك بالضبط كم سرعة الجسم عند الثانية 5 فلما بدك تحكي سرعة الجسم عند ثانية معينة بيكون وصلنا للمصطلح الجديد اللي هو اسمه السرعة اللحظية سرعة الجسم عند لحظة معينة هذا اللي رح نأخذه بالتفصيل إن شاء الله بالدرس الثاني وشو يساوي بالضبط وكيف بقدر أطلعه طيب هون حكي لك بما أن ميل المماز يساوي ميل المنحنة عند نقطة التماس فأن السرعة اللحظية عند لحظة ما تساوي ميل منحنة اقتران الموقع عند تلك اللحظة اللي بدي وصل لك إياه إنه أنا ما بدي أخذ في أفرج بدي أخذ في اللحظية اللي هي instant أو instantaneous زي ما كان كاتب لك قبل شوي ما بيهمني السرعة المتوسطة ما بدي أخذ رينج سرعة بدي أخذ بالضبط السرعة اللحظية فبيحكي لك هو نفسه ميل المنحنة اللي أخذناه منه شوية هو نفسه بيعطيك السرعة اللحظية عنده لحظة ما حلو كتير نشوف المثال أول مثال رح نطبقه على هذا الموضوع مثال رقم 3 بصفحة 59 يومثل الاقتران السوف تي اللي هو يساوي 4.9 تي تربيع طبعا بما أنه السوف تي صار موقع بطل الاقتران عادي أفوف ايك صار السوف تي اس سبيس تي زمن معناته هو اقتران أو منحنة المسافة بالنسبة للزمن أو الموقع بالنسبة لزمن موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم حيث اس زي ما خبرتك موقع الجسم بعدها تي ثانية وقدر سرعة الجسم بعدها ثلاث ثواني من بدء الحركة ممتاز أعطاني متى بده السرعة بالزبط اللحظية متى بده إياها عند ثلاث ثواني بروح على تي ثلاثة هاي تي هايها زي ما أنت شايف تي ثلاثة بروح هاي اتنين هاي الثلاثة تقريبا برفع خط عند الثلاثة بشوف كم رح تطلع الموقع عند الثلاثة فبيطلع معي زي ما أنت شايف هايه عند مختار تي ثلاثة طلع الموقع تقريبا هايها زي ما أنت شايف 44.1 طبعا أنا بدي ألتزم بأرقام الكتاب لأنه طلع اللي جريتز الموجودين عندك بين 40 ل 60 فلو نفترض هاي اللي هي بالنص 50 معناته فعليا هاي رح تكون 44 وشوي طيب ممتاز هايها صارت هاي النقطة موجودة عندي على طول حكينا إذا صار عندك نقطة تماس بتروح بترسم مماس عند هاي النقطة المماس بيلمس النقطة بس ما بيقطع المنحنة نرجع نرتب ونحدد بس النقطة عشان نقدر نحل بعد شوي هاي برجع بعيد لك يا عاشر حددنا النقطة اللي هو طلبها اللي هي ثلاث ثواني فرحت عندي تي أنا على تي هذا السوف تي الثلاث ثواني هون رح تكون تقريبا لأنه هاي ثانيتين أربع ثواني ست ثواني فالثلاث ثواني بالنص رفعت منها خط وخليته يضرب بالمنحنة المرسوم أمامي رحت عملت له إسقاط على محور واي فطلع معي موقع الجسم تقريبا هو أربعة واربعين فاصل واحد فصار في عندي زوج مرتب مكون من الثانية ثلاثة مع الموقع أو المسافة اللي مشاهل هي أربعة واربعين فاصل واحد لهاي اللي هي بدلالة بدل إكس وواي طيب حلو كتير هاي بعد ما طلعت ثلاثة فاصلة أربعة واربعين فاصل واحد هو بده تقدر سرعة الجسم عندها ممتاز بروح بختار نقطة تانية موجودة عندي أي نقطة بدك إياها على الخط المستقيم وزي ما حكيت لك حاول تكون النقاط أعداد صحيحة نفترض هون لو أخدنا عنده لتنين هاي لتنين تقريبا عند الزمن اثنين مثلا لو أخدنا تي 2 رح تطلع تقريبا أقل من 20 لو نحكي هاي عشرة نحكي 18 ممكن 2 مع 18 لما يكون زمني تي 2 رح تكون الموقعي اللي هو اس 18 فهاي بتكون تي 1 هاي اس 1 هاي رح تكون تي 2 هاي اس 2 دلتة اس على دلتة تي عشان نطلع للميل فبروح بطبق قانون بس هالمرة اللي هو دلتة اس اس 2 ناقص اس 1 على تي 2 ناقص تي 1 بطبق النقاط اللي انوجدت عندي اللي هي اس 2 كانت معي 18 مثلا ناقص 44.1 على تي 2 الموجودة عندك اللي هي طلعناها تقريبا 2 ناقص 3 برجع بعيد لك الأرقام التقريبية لأنه في يعني فراغات كبيرة بين الأرقام المعطاة عندك هو رقمها لأنه أكيد بيمشي مسافة الجسم بخلال فترة زمنية صغيرة السرعة بتكون عالية فبيقطع مسافة أكتر ما أنت متخيل فعشان هيك حط لك المحور وي بصورة وي بصورة عشرينات والمحور اكس بصورة 2 2 4 6 8 إلى آخر تقريبا نشوف كم رح يطلع معنا الميل بعد ما عملنا كل هاي العملية الحسابية طلع معي طلع معنا تقريبا الميل زي ما حكيت لك بتعوض اس 2 ناقص اس 1 على تي 2 ناقص تي 1 رح يطلع معك تقريبا الميل يساوي 28.1 الميل هو نفسه اللي طلعنا اسمه السرعة اللحظية يا جماعة لما عوضنا قبل شوية اللي هو الأزمان اللي طلعت معي مع المسافات اللي طلعت معي كانت هون تقريبا 44.1 هون عندي 18 هون كانت 3 مع 2 مع 3 تقريبا رح يطلع معك تقريبا الجواب 28.1 هاي نفسه الرقم اللي طلع معي بسميه السرعة اللحظية للجسم عنده الزمن 3 ثواني بكل بساطة هاي طيب هون بيحكي لك يمثل الاقتران S of T T تربيع زاء T موقع جسم يتحرك في مسار مستقيم حيث S موقع الجسم نفسه منحنى الموقع بالنسبة للزمن قدر السرعة اللحظية بعد 5 ثواني هون رح تشوف الرسمة رح تروح تعمل خط مستقيم عند الرسمة بس عند مقدار الزمن 5 ثواني وتعمل نفس الخطوات اللي احنا عملناها تماما نفترض نفترض طبعا هي هاي مش رسمة هاي رسمة أتدرب وأحل المساء إلا نفترض كان المنحنة هيك معاك بتروح عند الخمس ثواني بتعين نقطة عند الخمس ثواني على الرسمة الموجودة عندك بترسم لها مماس بتاخد نقطة تانية بتاخد الفرق بين ال S على فرق T عشان يطلع معاك السرعة اللحظية ميل المماس لمنحنة الزمن أو المسافة مع الزمن هو نفسه اشي بنسميه السرعة اللحظية تخيل بكل بساطة انه هيك خلص الدرس الأول يا عاشر كان بس حابب بيشرح لك الرابط بين الميل لأي منحنة اقتيران بعد ما نوخد مماسه طبعا مع المشتقة اللي رح نربطهم مع بعض بالدرس رقم اثنين ان شاء الله هيك بنكون هنا درسنا تقدر تحل اتحقق من فهمي اللي طلبتهم منك يا عاشر زائد بتقدر تحل اتدرب واحل المسائل المسائل المختارة اللي ممكن نحط لك رابطها معنا يعطيكم الف عافية بنلتقي بالحصة القادمة ان شاء الله